تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 687 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 278 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة والبيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 224 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 446 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و160 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلافة تم ضبط أحد عشر قضية بمضبطات بلغت 141 طن ترجمة نانسي قنقر